طبعا قزمة الغاز الكبيرة اللي موجودة في مصر مشكلتها مش بس انها بتقطع طيار كهربائي عليك لا ده كمان قصرت بصورة كبيرة جدا على مصانع الاسمدة ابو اير للاسمدة شركة ابو اير للاسمدة اعلنت عن وقف مصانعها بسبب انقطاع امداد الغاز الطبيعي لها اعلنت في بيان شركة ابو اير للاسمدة انها وقفت مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب نقص الامدادات من الغاز الطبيعي الشركة اللي مهددة بالاغلاق خسائرها توصل لتسعة وخمسين مليون جنيه يوميا يوميا خسائرها كل يوم عن التوقف ده تسعة وخمسين مليون جنيه يوميا بسبب توقف العمل في مصانعها الثلاثة السؤال بس مين اللي هيعوض الشركة دي هل الشركة دي اتأخرت في سداد اي التزامات عليها تجاه الدولة هل الشركة دي في يوم وقفت اي مدفوعات طلبتها منها الدولة الخسائر دي بقى هل الحكومة هتدخل معا شريكة في الخسائر عشان هي السبب ده ولا بقى عند ربنا عايز اقول لكم بس ان الشركة السنة اللي فاتت في نفس الفترة محققه ارباح وصلت اراداتها اسفه مش ارباحها اراداتها واحد وعشرين مليار وستمية وخمسين مليون خمسمية وستين مليون في سنة ابو اير للأسمدة هل الازمة في ابو اير للأسمدة بس لا الازمة ما بقيتش في ابو اير للأسمدة بس ده في كل شركات ومصانع الاسمدة اللي موجودة في مصر بسبب قطع الغاز عنها كلها مهددة بالاغلاق وكلها مهددة بارقام خسائر شبه ارقام ابو اير كده واثرت كمان على سعر الاسهم بتاعتها جوه البورسة كل اسهم شركات الاسمدة في مصر تراجعت تراجعت الاسهم بتاعتها في البورسة اليوم وهو شركة مهددة بالافلاس ومصنع مهدد بالاغلاق ازاي انا اروح اشتري اسهم فيها يعني خراب من كل الجهات بسبب فشل في الاداره عشان ده مش موضوع سوق اداره ده فشل في الاداره دكتور مصطفى مدبولي هنا طالع بيقولك احنا عندنا ازمة في تدبير الوقود في مصر لكن احنا لانا ما عندناش ازمة تولاد طاقه يعني هو بس معل Ronnie beta هو تصريح buyقوله دلوقتي وانا النهارده جايبه له فيديو هو بيقولك احنا ازمتنا في السيوله و ازمتنا في توفير الموارد الماليه عشان نجيب بيها الغازéo الردع بقت ازمتنا هي ازمه تدبير الوقود مش ازمه السيوله احنا بس احنا الفلوس موجوده بس احنا مش مش عارفين نجيب الغاز منين مش الازمة ان انت معاكش فلوس تجيب بها الغاز ده ويرجع اقول تاني هل الناس اللي انت بتورد لها الغاز جت في يوم وما دفعتش لا ما حصلش الكلام ده تتحمل هيا الخسائر دي ده سؤال المفروض يطلع يردنا عليه الدكتور مصطفى مدهولي الدكتور واقل النحاس بيقول ان احنا عندنا ازمة كبيرة وعندنا انخفاض حاد في الغاز والازمة دي اثرت على كل شيء دعالوا نسمع العام الحالي اللي احنا بنتكلم عليه عام 24 عندي ازمة كبيرة جدا عندي انخفاض من شهر يناير حتى الان قرابت حوالي 2.8 مليار قدم وكعب عندي بالفعل النهارده انخفاض في حجم الوردات اللي بيجيلي من دولة الكيان قرابت حوالي 26% واخبالك فبالتالي كل العوامل دي كلها مع ارتفاع الحرارة مع ما يجرد النهارده في الممرات الملاحية كل ده اثر بالسلب بالفعل على حجم احتياجاتي وحجم من الانتاج بالنسبة للاستكفاء المحلي لاستخدام النهارده السكاني او حتى بالنسبة في مجال الصناعة او حتى في عملية التصدير ازمتنا ازمه كبيره في الغاز الغريب بس ان ازمه الغاز دي ما ظهرتش النهارده الصبح دي ازمه احنا عارفينها بقالنا فترة ولما ربنا كرمنا بحقل ظهر استهلكنا الحقل بأسوأ استغلال وبقينا نصدر الغاز بتاعه لسه جايبالكم رد صحيح مصر وهي بترد على الدكتور مصطفى مدبولي اللي بيقولك احنا ما كناش بنصدر غاز لغاية 2023 من 6 شهور فات وانت عملت صدر في غاز وانت بتقطع الكهرباء على الناس وتقولي عملنا ايه اه انت عندك ضغط على الغاز انت عندك ازمه في الغاز وكنت بتصدره ودلوقتي مش عارف تشتري من اي مكان دكتور وايل النحاس عنده وجهة نظر وهي ان اسرائيل بتضغط على مصر برفع سعر الغاز او حتى عدم التصدير خالص لها الكيان بالفعل ان هو يعرضني لبعض انواع الضغوط وده اللي كان بيتحدث بالرئيس مبارك في الماضي بيقولي انا بصدر الغاز لاسرائيل حتى تكون تحت خضوعي بأسعار قليلة ولكن انعكس الوعب في الوقت الراهن واصبع النهاردة اسرائيل هي التي تضغط علينا سواء برفع سعر الغاز او حتى بالنسبة لعدم عملية التصدير لنسبة 26% كما يحدث او كما يشاع ان ده من سبب الحرب او ان ارتفاع النهاردة لاستخدام داخل دولة الكيان كلام الدكتور وايل النحاس صحيح وفتكره اللي احنا كنا بنتكلم فيه لما قلنا ان الكيان الصهيوني دلوقتي فيه تراجع كبير جدا فيه كمية الغاز اللي كان بيوردها لنا واللي كان بيصدرها لنا اللي هي غاز الفلسطينيين بحجة الحرب وبحجة ان حزب اللام دايق عليه في عملية الاستخراج وان فيه صيانه بتتعمل لكن الهدف الاساسي انه طول ما هو ضاغط عليك طول ما انت هتنفذ اللي هو عايزه لكن الحقيقة النظام في مصر شعر انه قدم كل اللي يقدر يقدمه للكيان الصهيوني واكتر من كده شكله هيبقى وحش قدام الشعب فقرر انه يدور على سوق جديد ومورد جديد نقدر ناخد منه الغاز كمان الدكتور واقل النحاس علق على كلمة رأس النظام سابقا لما قالك احنا جبنا جون في الغاز وقالك الحقيقة ما ينفعش ان احنا طول الوقت نكون بنعلق الازمات في مصر على شماعة اسمها الازمات الخارجية احنا فرحنا هيصنا قعدنا نقول احنا جبنا جون وجبنا ثلاثة واربعة وخمسة بس انا بتكلم النهاردة كل العوامل اللي احنا نتكلم عليها مفيش ده ولا النهاردة بتصيب نفسها يعني اي زرفي عدي يقول اصل دي طبع ازمة اوكرانيا طبع ازمة روسيا طبع ازمة مش عارف ما يحدث في غزة طبع ما يحدث في الكورونا اعتقدش الدول اللي حولينا كلها بيتعمل الكلام ده كله ولا العالم بالكامل اللي احنا قلنا الشتاء قارس فوق اوروبا في عام ٢٢٠ واوروبا ستتلاشى كل مش صعوبات ومش عارف عشان تيضر بالثورة ده الغاز ما شوفناش ان اوروبا اللي ما عندهاش الغاز وبثورة ده الغاز قبلتها الازمات اللي كلها انا بتكلم احنا مشكلتنا في الغاز مش فلوس لان انت تقدر الثورة ده الغاز اجل او على الاهال النهاردة اوفشن او حتى فوري زي ما هي الشركة النهاردة المتخصصة وزارة بترول بثورة غاز فوري وجزء منه بيبقى اجل نظام اوبشن او تضمن النهاردة عملية التسعير ثم عملية الاستراض وانا كنت الاول بثورة بالستة دولار النهاردة تكلفته من اتنين الى ثلاثة دولار يعني انا عندي ميز نسبية كتير جدا تقدر الدولة تتلاشى بها كل الكلام ده كله ولكن مع الاسف ان خزلتنا الشركة النهاردة المراقبة عن الغاز اولا تكون بعملية الاستخراج قبلتنا النهاردة مشاكل في وضع السياسة بالفعل سواء لاستخدام الغاز او حتى في عملية التنقيب وعملية التحديث وعملية الدرشيد للي نفكر مشابه زي انا مش عارفة شركة تنقيب عن الغاز هي اللي خزلتنا ولا احنا اللي خزلنا شركات تنقيب الغاز في مصر واجبرناهم ان هم يروحوا يفقوا الحفارات بتاعتهم اللي موجودة بسبب ان مصر مسددتش المدونية اللي عليها ليهم شركة ايني راحت وفركة الحفار الكبير اللي موجود عندنا في التنقيب عن الغاز وده بسبب ان هي ما حصلتش على مستحقتها حتى لما جات فلوس